وعلى منتخب القطري يلعب طريقة 5-3-2 نبلي في محور الدفاع كان ثلاث لعبين هو عبد كريم حسن يلعب في العادة مع سر القطري يلعب كمدافع أيصر ولكن هذه المرة يلعب كوسط دفاع أيصر خوخي بوعلام لعب ممتاز جدا جزائري الأصل الراوي يلعب كمدافع أوسط ثاني أيمن عدنا إسماعي المحمد على الجهة اليمنى عدنا هومام على الجهة اليسرى وهو يلعب برجل ممتاز يسرى عدنا حاتم في وسط الميدان عدنا بوضيف لهو سنتينة لتعالفريق يلعب بطريقة ممتازة وتقريبا لا رولونس والهجمة تبدأ منه عدنا الهيدوس عودنا في معظم اللقاءات أنه يلعب كمهاجم أيمن لكن هذه المرة يلعب كوسط ميدان أيمن معايز العلي وأكرم عفيف نبلي هذه الطريقة الدفاعية تحم يصبر على الفريق المنافس يلعب ولطاك رابي دايمن بمساعدة أكرم عفيف والمعيز عالي شوف هذه طريقة الدفاعية بينما الطريقة الهجومية دائما ما يمشو دائما ما يمشو هومام دائما ما يكون في الأمام في الجهة اليسرى أكرم عفيف ومعيز عالي لدائما ويني بروجو ديو فير لافون يمشي دائما للأمام لما واحد من وسط الميدان يأخذ الكرة الأول واحد يمشي مع المهاجمين هو الهيدوس ليكون دائما معهم ثانيا حاتم لي دائما يكون في التقطية إذا الكرة رجعت في الهدوز يامبالو مع أن وسط الميدان ليشارك كثير في الهجمات وسجل كثير من الأهداف منهم حاتم والهيدوس وسط الدفاع يطلع مع البلوك ويريح دائما في وسط الدفاع لو تشوفوا هومام لو نرجع فقط شوفوا هومام لما يكون صعود الأظهرة هذا أمر مهم جدا في المنتخب القطاري عمار خاصة الجهة اليسرى والجهة اليمنى لكن نقطة ضعف اللي لاحظناها في المقابلة هو الجهة اليمنى الجهة اليمنى لإسماعيل محمد ليمي غامرش كثير في الهجوم ولكن من ناحية الدفاعية إسماعيل محمد ضعيف جدا خاصة يتلقى صعوبات كثيرة لما يلعب ملاعبين تقنيا جدا الراوي مدافع جيد لكن تدخلاته العني فممكن رح تتخلي المهاجمين لأبوان جيته ما هي أبرز لقاطة ضعف التي سجلتها في هذا المنتخب أولا الجهة اليمنى الفريق القطري جهة اليمنى الفريق القطري لما يتلقوا مع لاعبين عندهم تقنية عالية مثلا بلايلي أو براهيمي هذه السيغة من لاعبين تترك بزاف ضعف في الجهة اليمنى وسط الدفاع رغم أنه مركز جيدا وخمس لاعبين يخذوا للارجير بطريقة جيدة إلا أنهم ضعف في الرجوع لما يديروا ضغط في الرجوع التروزيسيون أوفنسيف الدفونسيف يضعف جدا الهجمات المعاكسة طريقة لعب واضحة ينتظرك في الخلف ويروح في الهجمات المعاكسة خاصة أنه لما شفنا كنا شوفه في الفيديو تقريبا 8 إلى 9 لعبين يتواجدوا دفونسيف 5 إلى 5 إلى 5 إلى 5 إلى 4 إلى 1 شيلي يجعل دائما المساحات قليلة وصغيرة لذلك المنتخب الجزائري في مواجهة المنتخب القطري عليه أن يستغل الفرص التي تلوح أمامه بسرعة كبيرة هذه الوضعية الهجومية لها المنتخب القطري دائما يحافظوا على البلوك دائما يحافظوا على البلوك تاهم سوى دفونسيف ولا أوفونسيف من ناحية الهجوم ينضم لهذه مع سرعة أكرم عفيف والمعز ليخترقوا الدفاعات خاصة إذا كانوا بالكروازي دائما يخترقوا الدفاعات ويطلبوا مور المدافعين ضد فرق والمنافسين يلعبوا بتقريبا بنفس طريقة المنتخب الوطني فرق اللي يواجهوها يعني المنتخب القطري في اعتقادك لن يبادر إلى الهجوم وسيترك الكرة للمنتخب الجزائر هذه هي طريقته حتى لما يلعب مع البحرين في فريق متواضع لما يلعب مع عمان في فريق متواضع طريقته أنه يستنى يصبر على الفريق ويلعب على الهجمات المعاكسة اللي يجيد فيها لازم نحططه من الجهة هذه ونعمله عمل خاصة على الأظهرة هذا أسلوب إكرام الضيف يعني يخليك تمرح وتصرح بالكرة وبعد ذلك لما ينقض هو على الكرة يقوم بهجمات معاكسة سريعة هذه الطريقة لتطبقها المدرب لعنده تقريبا أكثر من أربع سنوات مع الفريق يعرف الفريق جيدا ترجمة نانسي قنقر